مساء الخير مساء الحب مساء السلام مساء الجمال مساء الفرح ماش اخباركم؟ ان شاء الله فرحانين شكرا كل اللايكات شكرا كل الكلام الجميل بناخذ قس اليوم ان شاء الله وابغى اتكلم شوية عن الفرح ليش الناس ما تبغى تفرح ليش الناس ما تبغى تتونس تنبسط ليش الناس تقرر انها تتنازل عن فكرة السعادة او الفرح او الوناسة ليش في شخص يقول لا 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 خلونا بعيدين عن موضوع السعادة والفرح خلونا بلا شي احسن بلا شي احسن خلونا اقول لكم بعض المستويات الوعي اول شي شخص مثلا على مستوى العار شخص على مستوى العار يشعر ان الوناسة فشلة يشعر ان الوناسة فشلة شخص على مستوى العار قد يشعر ان الوناسة فشلة وهذه اللي لما تجيك مثلا شخص حاط قيم معينة للجلسة قيم معينة للطلعة حدود معينة للتعاون مع الاخرين فيحس انه يمكن كثير من الاشياء مش صحيحة لازم يكون جد عشان يكون صحيح فيحس ان هذه الاشياء انه سعادة والوناسة والفلة والبسطة تقلل من قدرة تقلل من قيمتها فهو يعني يحس انه فشلة انه احنا ننزل هذا المستوى ونكون مبسوطين لا خلونا جادين احسن هذولا مستوى معينة للوعي في مستوى اخر مثلا على سبيل المثال مستوى الحزن مستوى الحزن هما قد يكون اكثر الناس فهما لفكرة الفرح لكنهم دائما كل يوم هما يضربون هما والسعادة والفرح والوناسة فالشخص اللي في مرحلة الحزن يقاوم الفرح ويرفض الفرح ويرفض السعادة ويرفض الوناسة ويقاتل كثيرا الاشخاص الفرحين والاشخاص المبسوطين ويزعل عليهم ويحتج ورؤيته هي رؤية انسانية هو يعتقد انه الفرح والسعادة لا انساني كذا تركب مخهم كذا تركبت مشاعرهم انه انت اذا فرحت انت يعني انت للأسف ما فكرت في الناس اللي يقتلهم في كل مكان انت اذا انبسطت يعني انت ما عندك دم وما عندك احساس لانه فلان مريض فلان مات طوال الوقت بتصير طوال الوقت مدام احنا موجودين على هذه الكرة طوال الوقت في اشياء سلبية بتصير فالحزنين يشفونها من زاوية انه ليس من الانسانية انه انت تفرح وهذا يمنعهم من الفرح لذلك هما يمكن يكونون اكثر الاشخاص اللي يقاومون الفرح من اكثر الاشخاص يقاومون الفرح مع انهم مجرد ما ينفك هذا الموضوع عندهم هما على طول يقفزون يعني عندهم قمة سهلة بالنسبة لهم اللي هي قمة الفرح خلونا نشوف ليش الشخص الخائف في مرحة وعي الخوف ما يفرح الخائف عنده كثير معتقدات تمنعه عن انه يفرح او ينبسط يقول لك اذا شافوني فرحان يمكن يعطوني عين اذا فراحت يمكن بعد الفرح فيها حزن اذا ضحكت الله يكفينا شر الضحكة بعد الضحكة يعني فيها بكاء والم فهم خوافين فاللي يمنعهم من انهم ينبسطون الخوف وقد يضعون معتقد معين وقد يكون لا واعي يعني يقولون لك اسباب عدم الفرح انهم خايفين من العين خايفين من كذا خايفين من الحزن اللي بعده خايفين من الآلم اللي بعده او انها تكون بشكل لا واعي بس هما خايفين انهم يفرحون الآن عندنا اشخاص على مستوى الغضب وعلى مستوى ايضا الشهوة هذولا ايش اللي يمنعهم من الفرح هذا شوي الموضوع بدى الان الموضوع يصير عنده يعني يصير الموضوع عنده اشتراطات من هالمستوى فالغاضب يقول لك ايه بس انا انا يعني مو عايش في امريكا عشان افرح ايه والشهوة كلهم نفس الشي ايه بس انا ما تزوجت عشان افرح يعني في شروط البدء الان يتشرط يتشرط مكان يتشرط زمان يتشرط ايه ايه لايظم يكون تغدر servants يتشرط 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 وغاضبين ويعني هاو شون أي واحد يعتبرون أي واحد أصلا غبي غبي إنه يفرح يعني إيه وبس وبس فرحتوا بهالشي هذا وبس عطاكم القلم وفرحتوا فيه وبس عطاكم هالمبلغ هذا وفرحتوا فيه يعني كذا يعني يحقرون من أي شيء مادي ويقللون من قيمته وينتقدونك على أن أنك تفرح وبس فرحانين على سأل الله ما تسوى بهالطريقة هذا ولا على مستوى الغضب ومستوى الشهوة الآن خلونا نجي للشجاعة المستوى الشجاعة الناس اللي وعيهم في مستوى الشجاعة هذا ولا ما يقولونك في مكان ولا في زمان ولا لا هذا شي يقولون لك هذا يقولونك إيه جايينك بنفرح بس خلونا نخلصها على الهدف خلونا نسوي تشك ونحقق هذا الهدف فالموضوع عندهم موضوع زمن ووقت مش أشياء موضوع هو زمن الآن أنا طالبة في الجامعة أشد حيلي وأركز على الدراسة وفقط أركز على الجد والاجتهاد ما في وقت للوناسة ولا السعادة ولا البسطة ولا أي مشاعر ثانية أركز 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 إن شاء الله يدخل من الجامعة أوكي بأتوى الناس وبنبسط أو بطرق مختلفة أنا عندي أطفال الآن ونمركزة معاهم وشاهد داحيلي معاهم هم قاعدين يدرسون وإحنا مجتهدين وعندنا شغل كل يوم ودراسة وإن شاء الله لما يكبرون عيالي إن شاء الله يعني راح تكون الحياة جميلة هو ناسة هو نفرح وننبسط فهذا اللي يمنعهم من أنهم يفرحون طبعا كل القائمة كلهم يعني متورطين بالفكرة يعني الفكرة غلط مجرد ما نشير الفكرة نكتشف أنه نقدر نفرح نقدر نكون سعيدين نقدر ننبسط ما لا دخل في الوقت ما لا دخل في الأشياء يعني شعورك الداخلي ما لا دخل معك قلم واللي ما معك قلم الموضوع هو شعور داخلي هذا الشيء ما لا دخل في الموضوع حققت الهدف أو ما حققت الهدف الوقت الآن أو بكرة ما لا دخل نفس الوضع هو قرار داخلي أنت تقارر رأي أنت أكثر إنسانية ووقع الإنسانية أنت أكثر إنسانية لما تفرح دائما لا تنسى هذا الشيء أنت أكثر إنسانية لما تفرح لما تنبسط لما تسعد ليش أنه أنت لما تفرح وتنبسط وتسعد أنت تقدم خدمة للإنسانية أنك تحسن واقع الإنسانية أي أن كان الوضع في أي مكان في العالم حتى لو كان في عائلتك وضع سيء كل ما كنت سعيد أكثر كل ما قدمت خدمة للإنسانية والبشرية فأنت أكثر إنسانية بفرحك فلازم كل شخص حزين يعرف هذا الشيء أما الأشخاص اللي يعني مملؤين بالعار المملؤين بالخوف لازم يصحهم معتقداتهم المملؤين بالعار لازم يحتاجون يشوفون أشخاص ناجحين وميزين وتفوقين بالنسبة لهم وفي نفس الوقت هم مسوعداء فهذا يفك شوية من هذا الشعور اللي عندهم خلونا الآن ناخذ أسئلة مين جاهز ومستعد؟ مستعد يعني عنده إنترنت كويس وقوي وسؤاله واضح مين جاهز؟ هل تكفي دورة تنظيف واحدة؟ في الغالب إذا حسيت أنت أن تحرك الوعي عندك أنك كنت في مستوى وانتقلت إلى مستوى آخر بمعناها نحن نقدر نصنع قمة جديدة الفكرة اللي أبغى أوصلها أنا دائما أقول اللي أخذه تنظيف عشان هذه أسهل طريقة أني أوصل الفكرة بس بعمق أنا أقصد فيها أن أنت كنت في مستوى في مستوى وعي منخفض وقدرت ترفع هذا المستوى يعني قد تكون كنت في العار أو كنت في الحزن أو كنت في الخوف وحركت هذه النقطة اللي هي أسوأ نقطة عندك أو أسفل نقطة عندك قدرت ترفعها شوي فهذول الناس اللي يرفعوا من مستوى معين من الوعي حتى لو كنت الآن في الغضب ما في مشكة وكنت في الشجاعة بس حركت أسفل نقطة عندك نحن نقدر نأخذك النقطة جديدة نبغى نوصل نقطة جديدة وهذا هو الهدف أن يكون عندنا مجموعة في العالم العربي يطرقون نقطة جديدة في الوعي من مستعد حبيبتي فرح أهل الأردن على راسي يلا يا سارة سارة تقول أنت بطل وسؤالي مرتب الله تهارة أهلاً وسهلاً حبيبة قلبي أهلاً وسهلاً شرفتيني أهلاً أبدأ بسؤال يا نطول سؤالي الأول أنتي قد شفت لك مقطع في اليوتيوب قلتي أن كيف المرأة تحترم نفسها وتالث يعني هي مكانتها شرم تتحرر من أنها يعني تشوف نفسها ناقصة لازم تقتنع بهذا الشيء لأنها الفكرة كانت من زمان وحتى الفكرة من قديم وحتى الأديان يعني ما أعطت مرأة حقها فكيف أن أشف نفسه كاملة وأنا مسلمة يعني يعني أنا ديني ما أريد أن أحسر هذا الشعور يعني أحياناً دكتورة وأنا أقرأ القرآن يعني في آيات أزعل وأنا أقراها يعني الضائق يعني آيات كثيرة يعني آيات أولي الرجال عليهم درجة يعني أحسر يعني يعني أعصب وأنا أقراها ما أحب هذا الشعور يعني هذا السؤال الأول السؤال الثاني سمعت أن الكارما مثل الجينات كارما أجدادي وأهلي تكون عندي طيب ما أخلص منها وإذا كانت كذا طيب ليس لكم يعني عادل وربي عادل ليش ليش ذنب أطفالي أعطيهم الكارما حقتي يعني وزر وزرة هو وزرة أخرى يعني أحس أنا أؤمن بهذه الآية إنه ما أحد له دخل أفعال أحد أهل الشعور الثاني كنت نسأل خالي طيب لا إختتي قالت تسأل تقول كيف أتخلص من أفكار السلبية قبل النوع تقول يعني ما تقدر تبغى تخيل شيء حد تتذكر أشياء سلبية وكذا شرفتيني يا سارة حبيبتي تقول كيف أتخلص من الأفكار السلبية قبل النوع أوكي يا سارة أنت أكيد تتكلمين عن الفترة اللي إحنا تكلمنا فيها عن موضوع الغواية سارة طبعا سارة عقل فلسفي يعني هي ما تسأل عن أشياء هي وقعت فيها وقعدت تحلها إلا هي يعني تبغى نفكر كذا بصوت عالي والحقيقة أنه يعني في كثير من الأحيان من الصعب أنك تفكر بصوت عالي في بعض المجتمعات صحيح إحنا تكلمنا عن موضوع كيف أنه التاريخ ظلم المرأة وخلاها في مستوى معين وإحنا الآن في زمن المرأة هي قاعدة تدافع عن نفسها ودافع عن حقوقها وتحاول تسترجع يعني جزء من حقها يعني في الزمانات كانت المرأة هي الملكة كانت المرأة هي الحاكمة كانت هي الجنس رقم واحد وكان الرجل هو الجنس رقم اثنين واللي صار أنه صارت كذا حركة انقلابية وبعدين الرجال أخذوا ودفت الحياة والمرأة يعني نزل مستواها وصار أنه المرأة هي تناقلت هذا الشعور عبر التاريخ وعبر تراث كل الأديان اللي مرت أنه المرأة هي بدرجة أقل وتقبلت المرأة هذا الشيء والرجل تقبل هذا الشيء بعدين مع المدنية الحديثة قامت المرأة شوي تدافع عن نفسها وتحصل على حقوقها لكن يمكن ما زال فيه شعور عند كثير من النساء أنه ما زال فيه ضغط على المرأة اللي أبغى أقوله يا سارة أنه ما أعتقد أنه يصح لنا أن نحاكم الأديان بما سمعناه عن الأديان هذه أكيد نقطة مهمة وأنا أعتقد أن القرآن موجود واضح للجميع من حق الجميع القراءة والفهم بمستواهم وهو أتى بمستويات متعددة تناسب كل شخص يقرأ أما أنه مثلا ليش يجيني شخص يعني فهم الأديان بطريقته بعدين يعني يكون هو الوصي عن إيصال فكرة الله مع أن هذا الشيء مش حقيقي فهذه صارت صارت أنت الآن عندك الخيار أنك أنت تصدقين أنه في رجل يستخدم هذه الأشياء لمصلحته وفيه رجال عقلاء نقولها بهذه الطريقة دائما عندنا الخيار أن نفهم بطريقة صحيحة يعني أستغرب مثلا لما نجد امرأة تقف بطريقة غريبة يعني كأنها ليست في موضعها وتشعر أنها هي المجتمع احترمها وكرمها وقدم لها يعني يتساءل واحد يعني هي وش قاعدة تقرأ وش قاعدة تشوف غير الأشياء اللي احنا نشوفها وغير الأشياء اللي احنا نسمعها ونقراها فمثلك يا سارة ومثل كثير من السيدات اللي شعروا أنه في تراث جاي في تاريخ جاي مش طبيعي في شي مش طبيعي قاعد يصير وهذا الإحساس طبيعي اللي تحسينها يا سارة يعني شعروا في كثير من السيدات أنه في شي مش طبيعي ليش؟ ليش كل هذا الضغط على المرأة أنها تكون هي مرتبة ثانية؟ ليش؟ الممكن أنها تكون هي والرجل سوا الآن اللي قاعد يصير أنه قاعدة نقول لك برضو زاوية جديدة الآن قاعدة تصير أنه المرأة قاعدة تضغط قاعدة تشتقل شغلها وتؤدي مهامها وقاعدة تحاول أنها تأخذ حقوقها وأعتقد أنها في بعض الأجزاء تفوقت وأخشى أخشى وما أستبعد أن هذا قاعد يصير أن الآن الدورة راح ترجع مرة ثانية والمرأة راح تصير هي الجنس رقم واحد والرجل راح يكون الجنس رقم اثنين سون سون وأقول لكل رجل يتابعني على البث سوري أني أقول لك هذا الخبر سوري لأنه يعني الآن أغلب رؤساء أوروبا الآن هما سيدات هيلاري كانت قابقة وسينيا وأدنى من الفوز وأعتقد أنها هي الفائزة أنا هذا شعوري أنها كانت هي الفائزة يعني تشعر لما تكون في أمريكا تشعر أنه الناس كانت تبغى هيلاري ومستعد أنها بقيادة يعني العالم يكون بقيادة امرأة إيش اللي بيصير إحنا لما تستمر المرأة بذات القوة اللي هي موجودة فيها الآن الآن المرأة موجودة سياسيا بشكل قوي موجودة ماديا على مستوى الاقتصاد بشكل قوي اللي بيصير أنه يعني هذا اللي بيصير والرجل قاعد يتراجع الرجال ما هم موجودين في الاقتصاد ولا هم موجودين في السوق ولا هم موجودين في كثير من الأماكن موش موجودين ولا موجودين في الوعي ولا موجودين في الاستراحات موجودين في الديوانيات موجودين يعني قاعدين ينحصرون قاعدين يعني كده يتقوقعون على أنفسهم وأعتقد أنها دورة جديدة من دورات التوازن على هذه الأرض أنه الآن الرجل رح يكون مستوى ثاني والمرأة رح تقفز أتمنى أنه أنا أعيش وأشوف الجميع متعايش مع بعض أتمنى أن هذه وجهة نظري وعلى فكرة يعني الآن أنا نقلتك الزاوية ثانية أنه المرأة أصبحت قوية وتعدت الرجل ونزلت الرجل تحت ممكن هذا موجود في أوروبا وشوية شوية رح يجينا احنا في الشرق الأوسط خصوصا إذا الرجل ما طور نفسه الآن خلينا نقلت الزاوية برضو يسارة زاوية ثالثة قد تكون أنه كيف الناس يعني تفهم إيش الصحة وإيش الغلطة وكيف المفاهيم والحقوق والواجبات تجدين مثلا امرأة تطالب حقوقها كرجل تقولك أنا مثلي مثل الرجل وأبغى تكون حقوقي مثل الرجل لكن هي ما تقدم مثل الرجل خليك منتبه لهذه النقطة تطالب مطالبات الرجل تبغى تكون في نفس المستوى لكن ما تقدم ما يقدم الرجل لما يجي وقف تقولك لا أنا 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 الست أنا خلاص هنا الرجال هو اللي يسوي الرجال هو اللي يروح هو اللي يجيب هو اللي يودي هو اللي يفعل هو اللي يتحمل المسؤولية طب طب حددوا موقفكم تبغون تصيرون مثل 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 ولا تبغون مثل أحيانا ومرات تضغطون بريك تنزحبون شو القصة لازم تحددوا موقفكم مثل 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 الآن الأوروبية صارت مثل 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 صارت مثل مثل والآن تبوعيها صارت يمكن أقوى فاللي صار يعني ربكة غريبة يعني في الوطن العربي اللي قاعدة أشوفها إنهم يطالبون أنها تكون مثل الرجل بس إنها في مواقف تضغط بريك وتتراجع عن الموضوع أنا بالنسبة يقول خلونا مثل مثل عاد ما عندي مشكلة مثل 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 كل شي ما ماشي كله ماشي مدام إحنا نشعر إن إحنا نستحق مدام إحنا نشعر إنه هذا هو الصحيح وهذا هو التوازن وهذا هو اللي ماشي في هذا الزمن وهذا هو اللي ماشي في هذا الصحيح والمفروض خلص كل شي يصير سوا أتوقع أنا لأن الأمور راح تتغير حتى في ذهنك يسارة قريبا وحولك وفي مجتمعك أي ما كنتين لأن وطيرة طاقة الأنوثة سريعة جدا وأحنا في عصر أنثوي أحنا في عصر أنثوي مش في عصر ذكورة والأنوثة تلقي بظلالها الآن في كل مكان وقوتها في كل مكان فأنا اللي أتمناه من السيدات إنهم ما يكونون قاسيات لأنني أعتقد أنه كثير كثير صارت عندهم قوة السيدات تتمنى أنهم ما يكونون قاسيات وليسوون اللي يسوى الرجال فيهم خلونا نقولها بهذه الطريقة يعني لا تسوون اللي يسواه جنس الرجل ضغط على المرأة وطلع لها قوانين وعبر التاريخ يعني سن الأفكار ويعني سوى غسيل دماغ غسيل دماغ للبشرية كاملة أتمنى أن المرأة ما تسوي كذا في الرجل أتمنى أنها تكون منصفة أو عادلة تقولك لازم ننتقن يعني أتمنى أن أنت برضو سارة تقرأين القرآن ليس بالدماغ اللي تركبلك خليني نقول نصحة لأنه متركبلك دماغ وفقاً لوجهة نظر معينة وفقاً لرأي معين بحاول أنك تتحررين بعدين أنت تقرأين عشان تفهمين الشيء الثاني موضوع اللي تكلمتي عنه أن الكارما أنها مثل جينات أنها تنتقل من الأجيال وكيف أتخلص منها وسؤالك إنه وين العدالة في الموضوع وين العدالة إنه إحنا نحصل على كارمة أجدادنا أو الأثر اللي هما سووا خليني أقول لك شيء الأمر مو بها الطريقة ما تقرين تقولين وين العدالة بالطريقة أرجع وأقول لك يا سارة أنت محتاج أنك تفكين كل البرمجة اللي في جواتك وتشوفين الحقائق كما هي أنت قاعد تسألين عن أشياء لا تتطابق مع الشيء اللي فراسك يعني تقولين ليش هذا يصير؟ لأنه فراسي مو راكب فالمفروض أنه أنت تشيرين كل البرمجة اللي عندك عشان تصيرين قادرة أنك تناظرين الأمور بطريقة صحيحة في كثير من الأحيان لما إحنا نقول الكارمة تنتقل من الجيل الآخر هو أثر يعني خلنا نقول مثلا أنه فيه أم خائفة وقامت خوف عيالها تضربهم لأنها خائفة تربك حياتهم خلاص على طول فهذه نقول الكارمة أنه ها احنا كذا ارتبطنا بالسلسلة ركبنا فيها ومثل ما أنت في زاوية تقولين وين العدالة أو يعني ولا تزير وازراتهم وزراء أخرى يعني يجيك جد يدخل في كارمة الثراء يصير أبناء أو أحفاد أو أحفاد أحفاد كله مثرية يعني هي تشتضع الإيجابة على السلبي فكلهم يدخلون في هذا الموضوع فالسؤال الآن هل أنا عندي القوة أني أنا أوقف هذا الشيء؟ نعم أقدر أقدر أنه أنا حتى لو كان جدي ثري وجتني أموال منها أني أخذ الفلوس وأبعزقها وطيرها وأعيش في فقر وأتشرد تصير يعني أو بالعكس أنه مثلا جتني كارمة سيئة من أهلي أنه تعرضت التخويف تعرضت الألم تعرضت الأجواء مليانة بالحزن والقهار توري الآن أني أنا أنظف نفسي أرتب نفسي فهذه سوينا في دورة آفا الوعي الطفولي وتحررنا من هذه الأشياء فدائما عندك الخيار دائما عندك الخيار أنك أنت تخترين طريقك في الحياة سؤال أخذك كيف أتخلص من الأفكار السلبية قبل النوم؟ يعني قبل النوم بس 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 قبل النوم نحن ما نقدر نعبي كل اليوم نعبي أفكار سلبية 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 بعدين لما نجي كذا نرتاح ونبغى لنام نقول ليش جاءت الأفكار السلبية؟ نحن نعبي طول الوقت فما يصلح أنه بس أنا أقول قبل النوم لا أنا بغى أنتبه لليوم من أول اليوم أنه من أول اليوم أني ما أسمح للأفكار السلبية أنها تجيني ما أسمح للمشاعر السلبية أنها تقعد وتستمر مجرد ما تجيني فكرة سلبية على طول على طول أسوي زي الإشارة ممكن أسوي زي يمكن أسوي كذا يمكن أسوي كذا يمكن أسوي كذا يمكن أسوي لي صوت أسوي لي أحيانا يمكن أغنية بحيث اني على طول انا مجرد ما امسك نفسي اني انا سويت شيء سلبي مشاعر سلبية افكار سلبية اتحرك افعل فعل معين اشرب اكل اسوي اي حركة بحيث اني اقدر انقل كأني انتقل من صفحة لصفحة كأني افتح صفحة لصفحة ثانية لما استمر اسوي اثناء اليوم راح يخف عني قبل النوم هذا الشعور انا الان غير testsada افكار ايجابية لما هو 21 يوم يؤشر ايجابي يشعر ايجابي بعدها راح شوية انه وقت النوم ما رح تجي أي أفكار سلبية طيب خلونا ناخذ السؤال يمكن في كثير يا سارة من الأفكار صعب مناقشتها في أي مكان وبأي طريقة في كثير من الأفكار مثلا موجودات موجودة عندي في الكورسات في الدورات نقدر نناقشها بشكل أعمق بشكل أكبر أكثر من أن يكون في مكان مفتوح لأنه يدخل معنا أشخاص بمسويات وعي مختلفة أحيانا ما تقرأ تفهمهم الفكرة حتى لو اجتهت حتى لو حاولت أحيانا تربك حياتهم بكلمة أنا ما أشوف من الصحيح أن نربك حياة الناس بطرح أفكار لا تتلاءم معهم لذلك كان عندي دائما أنه مفروض الواحد يتدرج ويطرح الأفكار بهدوء فكثير من الأشياء ممكن تحصينها في الكورسات أعمق موسيقى 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 ويام يمكن ويام ويام اهلا وسهلا حبيبتي مين ويام لا لا امرغد بس اختصار الاسمي امرغد حبيبتي امرغد شرفتيني اهلا وسهلا سمي صوت مو واضح حك شوي اي اسألي انا اسمعك اوكي حديثي اي استاذ اي تفضلي اسألي اوكي انا عندي سؤالة يعني الحمد لله انا امرأة ممكن اقول على الناس اني قوية وتخطيت كثير من المشاكل والمواقف والحمد لله بفضل اني تابعت ناس مثلك يعني ودائما اقرأ كتب والحمد لله يعني عندي القرآن اهم شيء بس في حاجة واحدة ما تخطيتها اللي هي مواقف من الماضي ما زلت يعني لما اتخطها واخد فترة ارجع استرجحها يعني زي ما تقولي لحظة ضعف وارجع اشيلها وارجع ارجعها في حياتي في حبة كيف اتخلص منها حضرت اي كورس في التنظيف؟ حضرت اي كورس في التنظيف؟ حضرت كورس بس ما كملت لانه مرت في فترة ويلاده ففرح علي ما واقع انتهى الوقت حقا اللي كان وجود طيب شكرا جزيلا الافو حبيبتي يعني امرغد انت حضرت كورس التنظيف وعندك برنامج كامل للتنظيف وحملتي وولدتي وبس خلاص نسيت الموضوع يعني اقول كان المفترض انك انتي سجلتي كان المفترض تابعت كان المفترض احتميتي قاعد افكر لك شيء يعني سهل ممكن يتسوى في العادة في العادة المواقف من الماضي ومواقف التنظيف تحتاج وقت يعني ما هي ما هي موضوع اقول لك اكتبي ورقة واكتبي الاشياء وشقيقيها هذه طريقة التنظيف بس طريقة جدا بسيطة يعني بالعادة في العادة لازم في شيء مركب يعني طبقات مركبة عشان نوصل الهدف معين رتب على هدف معين فتقدرين اقول لك الاشياء البسيطة تقدرين سوينا انك تكتبين على ورقة وتشقيقين الورقة تحرقين الورقة هذه الاشياء تكتبينها على سبورة وتمسحين على سبورة هل تشتغل يمكن بعد فترة طويلة تشتغل التأملات التوكيدات هذه كلها تساعد انها تشتغل وتتحرك اعتقد هذه الاشياء اما يبغى لك انك تروحين لشخص كاستشارة او تحضرين كورسات او يمكن تلقين مثلا فيديوهات في اليوتيوب طويلة تشرح يعني بالتفصيل بشكل دقيق يعني الموضوع ما هو في يوم وليلة يبغى لأيام متتالية يعني تسويين اعادة برمجة للدماغ يعني شيء انت دخل في مخك وتوردت فيه فكيف تشيلينه من مخك هذه اعادة برمجة فانت تحتاجين احد تسويلك اعادة برمجة للدماغ تقول لك الهيبو نوبو تصلح لك تربي في ناس مقتنعيم الفكرة طيب الله تقول لك ورقتي معاي والنت قوي هذه شوشو خلنا نشوف من شوشو مرحبا دكتورة حبيبتي مرحبتين مين معاي دكتورة من اول احاول ومو راضي يطلع دوباني كترت فورقتي انوي اطلع مع دكتورة اسمية قد عزيز ياه طبعا هقول لك اسمي شيمة شيمة حبيبتي شيمة تفضل طيب عندي كم سؤال معلاش دكتورة بس هقول لك حاولها سريع اول سؤال انا عملت في التنظيف وبعدين قريت الاشياء اللي في مرحلة الروح الضائعة مو كل الاشياء طارت لي اشياء بسيطة يعني ممكن بس الخمول والكسل اللي حسيته و تغير وقت نومي ممكن او ممكن عشان دخلت ولا دي مدرسة جديدة ما اعرف يعني انه بسبب هذا او لا انا طول الوقت حاسة انه فيه يعني تمارين ما عملتها مضبوط فعشان كذا جايني الشعور انه انا تنظف مضبوط ولا لا بس لما قريت انه فيه خمول وكسل وهذه ممكن تعتبر من الاشارات يعني صراحة رجعت مفرحت وجالسة استنى النسخة الجديدة بس ما اعرف هل اعرف دورة الفرح يعني هل تعتبر اداة مثلا من تسريع النسخة الجديدة او استنى ما ااخذها ما اعرف وكيف كمان فيه دلائل اعرف انه انا منجلت نظف مضبوط ولا لا يعني فيه تمارين مثلا النعم ولا لا شوي يعني حسيت اني فيه اللي اصلاعب بيها انا عندي اولاد صغار فما اقدر مرات اقول لهم يعني قولي يا ابو حليب اقول له لا مثلا اقول في البداية لا استنى شوي اروح اجيبه جنبه قبل ما يضط فعشان كذا انا فيه شغلات حسيت انه فقط اني ممكن ما ثويتها يعني بضط سؤال الثاني اللي قبل قالت عن الافكار قبل النوم السلبية انا فعلا يعني اليوم كامل لا ما يجيني افكار سلبية بس يعني زي اللي احب اصوي احب اطلع للخيات احب اصوي دراما دايما قبل النوم صلصا اذا ما جاني النوم اسمعت ميزيك يعني اسوي افلام حتى لو تفرشت موفي بالقصد يعني بالقصد تقصدينك تتوين فيلم يعني مثلا اشوف فيلم احط نفسي لازم مكان البطلة احط نفسي مكان الهيرو انا سويت اشياء بس مرات ما تكون اشياء حلولية يعني مرات انه واحدة انخطفت ولا فقدت بنتها اروح احط نفسي مكانها ما اعرف ليش يعني انا عندي درجة واعي انه عارف انه دي الاشياء خطأ بس ما اقدر وفي يعني طور ذهنية تسرر كثير توت تمرين الطور الذهنية اللي تقدمها كم يوم وكذا بس ما راح اطلع بعض الصور الى الان ارجع يعني لما اتخيل تجب بالي ما اعلم اخر سؤال زوجي نفض التغيير يعني زي اللي عنده فكزة زي الناس اللي كل جديد غلط وكذا يعني ممكن لو عرف دهين اللي طرحت معاك القسم مرة راح يزعي انه هو على قد ما نكلمه عنك صار اصلا خلاص ما صار يحب وكلاك صار يحب انه اتكلم يعني لانه ما اعرف بس هو كذا كل جديد يعني انه ما يحبت الفكرة بس هو شخص مرة كويت شخص مرة متقف ودكي فانه قول حرام يعني نفس انه يتطور اكثر لنفسه يعني بس يمكن انا غلطتي يمكن انا دايما يعني احاول لما اسمع اربع صوت احاول اكلمه الكارمة المدرئات وكلها يمكن مصطلحات جديدة عليه فكذا اللي زي رفضها 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 بعدين يعني احس انه انا خربت بزيادة يمكن كان اولهم في فتة لحين ابدا قفلت الطريق بس انه قول كمان فيلو شوي تناقض يعني على بعض الاشياء انه ما عرف كيف تتعامل معاك هو شخص كثير كويس بس يعني مرات مثلا بقول لك يعني على مثال انه لو خرجنا مثلا مطعم برايفت في بارتشن مثلا اوك اذا جاء الويترس اوه غطي جاء بس لما انه كنا في مكان عام اصلا اكون طول الوقت انا كاشفة يجي الويترس يجون الناس يروحون ما يقول لي حاجة لما نسافر برا مثلا انا عادي اخد راح في زي ما اظهر زي اللي يعني انا ما بزعلك ما بانكد عليكي بس انا عرف انه من جوه هو مو مرة بس يعني في تناقض للاشياء يعني يعرفتي وما عرف هل اني ادفعه للتغيير هل الشي صح او انه لا يعني بس انه انا نفسي انه يتغير للأحسن لانه احس انه يستحق يعني اوكي واضح شي ما خليني اعرف عليك شركتيني شركتيني طيب اول شي شي ما بالنسبة لسؤالك الان انه شعورك انا عملت التمرين صح ما عملت التمرين صح يمكن ما سويت شي مضبوط كثير تجي اسئلة بهذه الطريقة ليه لانه احنا ننتظر ننتظر وهذه المشكه سبق تكلمت عليها انه احنا كثير من الاشخاص اللي دخلوا الوعي وحاولوا يعلمون انفسهم ويطورون انفسهم ويستفيدون ويحسنون من حياتهم انهم في كثير من الاحيان ما قاموا يتفاعلون مع الحياة بشكل طبيعي قاموا يبعدون ويراقبون فما قاموا يعيشون بطريقة طبيعية فاللي انا اقول لك انه انت ما تقدرين تشوفين النسخة الجديدة وانت تنتظرين تشوفين النسخة الجديدة وانت تعيشين تعيشين يعني وانت تعيشين راح تشوفين اوو انا ردة فعلي مختلفة مش ردة فعلي زي قبل انا الان قررت بطريقة مختلفة انا الان شفت الامور من زاوية مختلفة فهذه هي معنى انه انت عندك نسخة مختلفة اما انك تقعدين تنتظرين احب اقول لك ما رح تقومين وبعدين تكتشفين انه انت واحدة ثانية ما رح يصير هذا الشعور ما رح يصير هذا الاحساس عبدا ما رح يصير وراح يجي بالنسبة لسؤالك هل تنظفت مضبوط شوفي احنا طوال الوقت نطلع وننزل نطلع وننزل ما دوبنا موجودين على الارض احنا عندنا اختبار وقاعدين نصحح طوال الوقت ما في شي ما نقدر نقول انه احنا خلاص نظفنا مية بالمية احنا طوال الوقت نحتاج تنظيف فيه مستويات لما انت تغادرها يمكن ما ترجع لها يعني يمكن مثلا احنا يكون عندنا قاع في العار لما سوينا تنظيف تحررنا من العار هذا بحد ذاته انجاز انك انت كان عندك قاع في العار تحررت من العار هذا بحد ذاته انجاز انك طلعت من هذا المستوى وما رح ترجع لها مرة ثانية الا فيما ندر لو صار فيه ظروف صعبة لكن انت ما زلت مثلا عندك خوف عندك غضب بس الان لانك طلعت من هذا القاع تقدر تطرق قمة جديدة فوق تقدر تطرق قمة جديدة فما في شي اسمه شخص موجود على وجه الارض ما عنده يعني نضيف مئة بالمئة ما في ما في شخص يعني ما يخاف ابدا ما يحزن ابدا ما يشعر مشاعر سلبية ابدا هذا شيء مش موجود ولا هو هدف الوصول ما هو هدف هاي طريقة الحياة انه في مشاعر مختلفة لكن احنا قدر الامكان نبغى نخفف من السلبي قدر الامكان ونكبر الايجابي عشان نقدر نعيش بجمال يعني نجرب هذه التجربة الارضية بشعور سعيد السؤال هل الفرح هو اداة او ممكن تستخدمينه لاحداث قفزة نعم ممكن ان يستخدم بهذه الطريقة لكن بس ابغاك تتأكدين انه انت طلعتي يعني من احد القيعان اللي عندك انه انت طلعتي من قاع وبالتالي انت تقدرين توصلين لقمة جديدة موضوع الافكار السلبية قبل النوم وكيف انه انت تسويين القصة بقصد الفرق بين سارة قبل شوي سارة عندها فكار مسيطرة عليها واختها انت تسويين القصة بقصد يعني تدخلين في دور البطلة وتكملين الموضوع وتعيشين الجو والقصة أنا اللي انصحك يا شيما انه ستوب افلام ستوب افلام يعني ما اعتقد انها طريقة صحيحة للعيش انه الواحد يعني كل يوم يشوف فيلم ولا كل يومين ولا كل ثات ايام يعني ما احس انها طريقة صحيحة صحيح انه الافلام تلهمك يعني بعض الافكار وبعض الزوايا الجديدة بالحياة تعطيك رؤية جديدة لكن مو صحيح انه احنا كثير نركز في موضوع الافلام مثل لما انت تجربتك الارضية تروح وانت تتابع شخص مثل لما انت تتابع شخص مشهور على السوشيال ميديا شارب راح للمطار طلع من المطار ركب التاكسي راح للبحر طب في البحر بنتها اطلعت من دورة المياه طيب فنفس القصة هي انت الآن جوبين هذه حياة حقيقية مثلا هي نفسها فيلم كلها فيلم يعني بس الفيلم مرتب يمكن اكثر يعني يمكن مغروس في قيم معينة مش بضرورة تكون هذه القيم جيدة او مفيدة بالنسبة لك في الحياة فهنا يجي انه احنا اذا احنا بنحط حياتنا ووقتنا لهذه الافلام متى حياة متى تجربتنا متى تجربتنا اذا احنا نعطي تجربتنا للشخص المشهور اذا احنا نعطي تجربتنا للفيلم اذا احنا نعطي تجربتنا للمسلسل التركي اللي على يخلص طيب متى احنا متى دورنا متى دورنا دورك الان انك انت تعيش ليش انت تلقي وهذا أثر عليك يا شيما أثر عليك أنه أنت هذا هو حياتك أنا ما أعرف إذا أنت موظفة إذا أنت متطوعة في مكان إذا أنت عندك أي ارتباطات فإذا أنت كل يوم قاعدة في البيت وتشوفين أفلام فهل من الطبيعي أنك أنت تدخلين في الفيلم بهذا الشكل؟ ايه يعني زي ما دخلت في حيات مشهورة يمكن لو تتابعين سناب شات أكثر وتتابعين المشاهرين تدخلين في حياتهم بعض وتحمسين وصير قبل النوم تعيدين فيلم واحدة من المشاهر ولا واحدة من الفاشنستات يعني يمر عليك الموضوع بهذا الطريقة فأنا أقول لك انتبهي لهذه الزاوية لأنها صراحة تربك الإنسان وتقلل من قيمة الحياة تقلل من قيمة التجربة الأرضية وتسحب تسحب كثير من الوعي وتسحب كثير من الطاقة وفي النهاية ما في شيء يستحق ما في شيء يستحق يعني خصوصا أنه أنت تتابعين أشياء يمكن في النهاية توصلك أنه الموضوع في خلاف وانت البطلة يعني يمكن الشيء الكوميدي هو أكثر شيء ممكن نقول أوكي تابع الشيء الكوميدي لأنه بيجذب انتباعك يمكن ساعة ساعتين تركز تضحك 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 تنبسط تتونس وبعدين تقفل وخلص ينتهي الموضوع لا في بطل ولا في قصة ولا في خوف ولا في قلق ولا في توتر آخر سؤال شيء ما كانت تتكلم عن زوجها وأنه يعني ما يحب التغيير وهي تحس أنه شخص جيد يستحق أنه يجرب التجربة اللي هي عاشتها وكما تتحاول فيه وهو يرفض وتحس أنه هو متناقض يعني مرات يضغط عليها مثلا غطي ولما يطلع تطلعون برا ما يقول لها شيء يعني كذا مستغربة هو ليش يقوم بهذا العمل صحيح الوقت تقرب ينتهي بنختم حقيقة أنه أنت عندك زوج مثل كثير من الأزواج أو حتى الزوجات أشخاص مبرمجين أشخاص يعني السوفتوير حقهم أخذ من مكان ما من أبوهم من أمهم من أي بطيخ هذا السوفتوير متركب في عقلهم وهم يعني مبرمجين بطريقة معينة ما يقدرون أنهم هما يفكرون ما يقدرون أنهم هما يفكرون فأنت لما تجيين تقول فكّر 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 فالسوفتوير طبعا يرفض يرفض ليش شي بعدين فى فكر إذا فكر وش يسوي الشيء اللي فى مخها يرمى يرمى ما أحد يجرى أنه يشيل الشيء فى مخّه ويرمى لا أحد يجرى لا أحد해� rozmعى يعني يناقشون افكارهم هذا الاشخاص جدا شجعان ما احد يجروا انه يشيل في مخه ويقول فكرتي صحيحة ولا مش صحيحة الفكرة اللي هذي دخلوها في مخه هي صحيحة ولا احتاج انا فكر هي صحيحة ولا بس دخلوها وبس ما لي حقني انا افكر و اناقشها و اقلبها و اشوفها تصلح صالحة ولا مش صالحة التطبيق فهو نموذج مكرر من كثير من الاشخاص اللي مركبوا و هو يمشي وبناءه على السوفتوير فالسؤال يعني انا اقترح انه انت ما ما تقاومين ما تضغطين ما تزعلين عليه مدام هو انسان طيب مدام هو انسان كويس شلي تبغينا انت تبغينا يجرب الشعور اللي انت جربته او يجرب الوعي اللي انت جربته يعني انا اعتقد اذا انت وصلت المرحلة جيدة من الوعي وطورت من نفسك وطورت من طاقتك اعتقد انه راح يلحقك راح يلحقك بدون اي جهد بس انت ركزي على نفسك فقط فقط ركزي على نفسك لا تنشغلين فيه ولا تقاومين هذا الرجل مدام انسان جيد خلي يعيش ببرمجته خلي يعيش بالسوفتوير حقه مدام انت مش متضررة من الموضوع مافي مشكلة كل انسان يختار اختياراته والاختيارات متاحة واللي يبغى يعيش بالسوفتوير مستخدم اللي يبغى يسوي سوفتوير جديد اللي يبغى يسوي يعني من اي سوفتوير في الارض كل شي موجود فكلنا عندنا الخيارات خلي يختار اسمحي له بان يختار ها جزء من الوعي بانك تسمحي لانه يختار اتمنى انكم تكون استفدتوا واستمتعتوا من هذه الجلسة شكرا لكل اللايكات شكرا لكل القلوب شكرا لكل كلام الجميل تصبحونا على حب